اشتركوا في القناة ولما هذا فصل من عمله ولما هذا رضي عنه من ولي الامر ولما هذا ويقال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من يهتم بحيث ان يضع حركة ايجابية شغلة الدكتورة طبيعة مشكلة 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 وانا احب مشكلة يعني بعد ان يكف جواريحه عن الاذاء للناس هذا اول درجة من درجة الاحسان فيتعلم بعد ذلك ان يشرح صدره له وان يتحمل ويتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويعفو عن جاهلهم يعني بهذا المنطق يكون في دائرة الاحسان فيتعود انه محسن ويصب بالاحسان عند الناس وانتم يعني مرت جنازة يعني اثنا الناس عليها خيرا فقال الرسول وجبت فمرت اخرى فلم يثن عليه قال وجبت ما وجبت للأول الجنة قالوا كيف يا رسول الله ووجبت النار للثاني قال السنة الخلق اعلام الحق انتم شهداء الله في العرب ونام بالله ان صح ان نقول هناك احسان سلبي هذا الذي تفضل به استاذون قبل قليل وهو كف لسانه كف عمله كف شهده هذا احسان سلبي نعم وإحسان لك والإحسان منه سلبي وإجابي شيء منه إجابي العطاء احسان وكف الأذى احسان لكنه احسان إجابي الآن والله يشخنا اصبح كف الأذى احسان الله معدرة في المشهر العام يقول يا نحلة لطمر الصيني والعاز عصلك يعني فيه ناس كده كده ما احسان كده 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 كفافا لا علينا ولا لنا شكرا لكم على هذا